ألعاب القوة زي ما حضركم عارفين احنا عندنا اكبر قاعدة ألعاب قوة في مصر على المستوى الرجال والسيدات عمومي وايضا ناشئين الاهلي يفوز بدرع بطولة الجمهورية لناشئة ألعاب القوة فريق ألعاب القوة بالنادي الأهلي تحت 16 سنة ناشئين وناشئات فاز بلقب درع بطولة الجمهورية ولتلعب منذ أيام على ملعب المركز اللونبي في المعادي الاهلي فاز بلقب البطولة دي بعد ما حقق 207 نقطة للناشئين و169 نقطة للناشئات نحقق ودر بيهم يحقق اللقب عن قدارة واستحقاق الاهلي كان شارك في البطولة دي ب85 لعب ولعبة أما البطولة بشكل عام فكان شارك فيها 440 لعب و356 لعبة يعني مجمل حوالي 700 800 لعب ولعبة من 47 نادي ومركز شباب يا رب ألعاب القوة ترجع تاني كسابقة عادها في منصات التتويج العالمية ونبقى تبقى أحد الرياضات المؤهلة والمرشحة أنها تاخد مداليات في باريس 24 يا رب إن شاء الله